لشراكة استراتيجية حقيقية مع الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز العملية الانتخابية وشريكاً أساسياً فيها ولتمكين ممثلي الأحزاب من أخذ دورهم في تحشيد ناخبيهم تجاه المشاركة الفعالة في الانتخابات عقدت المفوضية العليا للانتخابات مؤتمراً موسعاً لممثلي الأحزاب السياسية لتسليط الضوء على جهود المفوضية في تسيير العملية الانتخابية رئيس مجلس المفوضيين معاً الهيتاوي قال أن المفوضية شرعت باستكمال الجدول الزمني ومشيراً إلى أن المؤتمر حلقة من حلقات الوصل إلى يوم الاقتراع أمام جميع شركاء العملية الانتخابية سوى كانوا أحزاباً مسجلة أو ائتلافات شرعت باستكمال الجدول الزمني وما هذا المؤتمر إلا هو حلقة من حلقات الوصول إلى يوم الاقتراع أمام جميع شركاء العملية الانتخابية سوى كانوا أحزاب مسجلة أو ائتلافات انتخابية سوف تخوض غمار الانتخابات ضمن الاستحقاق الانتخابي المقبل المفوضية وضعت كافة إجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية من خلال هذه التغطية التي ترونها أمامكم من دخال تكنولوجيا الانتخابات وإجراءات خاصة بالنازحين وتوزيع بطاقاتهم ضمن المناطق التي نزحوا إليها أو المناطق التي يتواجدون فيها وتمكين أصواتهم إلى المحافظات التي هجروا منها أما رئيس الإدارة الانتخابية للمفوضية رياض البدران فأوضح أن المؤتمر ناقش مفردات العملية الانتخابية وخاصة ما يتعلق بتسجيل المرشحين والقوائم الخاصة بهم عقدت هذه الندوة اليوم مع شركاء العملية الانتخابية وأبرزهم وكلاء وموثلي الأحزاب السياسية للتباحث والنقاش حول مفردات أو العملية الانتخابية المقبلة وخاصة ما يتعلق بتسجيل المرشحين والقوائم الخاصة بهم وكذلك شرح الآلية الجديدة أو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الانتخابات المقبلة والتي حددت باستخدام جهاز عدة التحقق وكذلك جهاز العدوى الفرز وتسريع النتائج المؤتمر شرح آلية التصويت في الانتخابات وكيفية عمل جهاز الاقتراع الإلكتروني ومعلومات مهمة تتعلق بعملية المحاكات التي تتعلق بعدد مراكز ومحطات الاقتراع والبطاقة الإلكترونية وآلية التصويت من خلالها كما تم شرح آلية التقديم للمرشحين والأنظمة والإجراءات التي تتعلق بعمل المفوضية والتي تخص الاستمارات الخاصة بتقديم الأحزاب لمرشحيها فضلا عن الإجراءات التي تتخذها المفوضية بهذا الصدد وستستعين المفوضية العليا للانتخابات بتقنية حديثة لعد الأصوات وفرزها تلقائيا وهو صندوق الإلكتروني يعتمد ماسح ضوئي مبرمجة رقميا للقيام بهذه العملية وسيكون دور الطواقم البشرية إداريا فقط وتحاول المفوضية في كل الإجراءات التي تتخذها بعاد شبح التلاعب بنتائج الانتخابات التي لحقت بالانتخابات السابقة وتوجيه العملية السياسية إلى مسارها الصحيحة بوصفها المفصل الأساسي الذي يمكن من خلاله التخلص من مشكلات جمع سيما على الصعيد الأمني والمصالحة الوطنية ويبقى هاجس الانتخابات ونتائجها يخيف الشارع العراقي فهل ستبعد التقنية الحديثة التزوير كما مخطط له وهل سنصل إلى انتخابات نزيهة النتائج